السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب الصف السابع موعدنا اليوم مع درس ستاشر تلاتة درس المعادلات في صورة صات تساوي ميم سين زائد جيم تموا معايا الشرح بعد الفاصل انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود اهلا بكم اعزائي الطلاب في البداية وقبل ما نبدأ الشرح طبعا مستنين ندعمكم للقناة بان انت تعمل اشتراك في القناة لو انت لسه اول مرة تزورنا وكمان اعمل لايك على الفيديو وشاركه مع كل اصحابك وما تنساش تكتب تعليق جميل منك يلا بنا نبدأ الشرح على طول درسنا اليوم بيقول المعادلات في صورة صات تساوي ميم سين زائد جيم تعالوا نتأمل الصورة اللي موجودة قدامنا دلوقتي صات تساوي ميم سين زائد جيم اولا لو انتوا لاحظتم هتلاقوا ان الصات موجودة لوحدها تمام اما في الطرف التاني موجودة عندي هنا ميم سين زائد جيم ميم سين يعني فيه رقم مضروب في السين تمام زائد جيم الجيم ده رقم بدون سين هذه الصورة تسمى الصورة العامة للمعادلة وهنعرف بعد كده ان الميم دي في السنوات اللي جاية بدأدل على حاجة اسمها الميل وان الجيم دي بتدل على الجزء المقطوع من صات فلو بصينا مثلا على المعادلات اللي موجودة قدامنا دلوقتي هتلاقى مثلا المعادلة الاولى هي صات تساوي اتنين سين زائد تلاتة الميم بكام هنا؟ الميم باتنين طيب والجيم بكام؟ الجيم بتلاتة منين عرفنا؟ الميم هي الرقم اللي مضروب في السين اما الجيم هي الرقم اللي بدون السين طيب لو شوفنا اللي بعدها صات تساوي سالب خمسة سين ناقص اربعة الميم هي سالب خمسة اللي هو الرقم اللي مع السين اما الجيم هي سالب اربعة الرقم اللي بدون السين بنفس الطريقة هنا صات تساوي عشرين سين ناقص تلاتين برضو نفس الفكرة الميم هي العشرين والجيم هي سالب تلاتين آخر واحدة معنا صاد تساوي سالب خمسة من عشرة سين زائد عشرة الميم هي سالب خمسة من عشرة والجيم هي موجب عشرة هوريكم دلوقتي بعض الحالات الخاصة يعني مثلا لو انا كتب صاد تساوي سين زائد ثلاثة الميم هنا كام؟ الميم هنا بتساوي واحد لماذا؟ لان السين هنا مقدمهاش رقم وطالما مقدمهاش رقم ده معناه انه قدامها واحد والواحد لا يكتب واحد ضرب سين بسين والجيم طبعا زي ما هي مكتوبة هنا ثلاثة طيب لو كتبناها بالشكل ده صاد تساوي سبعة ناقص سين فين الميم؟ بعض الطلاب بيغلطوا ويقولوا ان الميم سبعة طبعا غلط الميم هي الرقم اللي مضروف في السين والسين مش مكتوب قدامها حاجة وده معناه ان اللي قدامها هنا واحد بس مش مكتوب بس فيه هنا اشارة سالب يعني اكتب له هنا ايه؟ اكتب له سالب واحد اما الجيم هي الرقم اللي بدون السين اللي هو السبعة اللي موجود قدامكم دلوقتي كمان لو كتبت مثلا صاد تساوي خمسة سين هنا الميم بتساوي كام؟ الميم بتساوي خمسة الرقم اللي موجود مع السين اما الجيم هل يوجد جيم هنا؟ هل يوجد رقم مجموع او مطروح؟ طبعا ما فيش رقم مجموع ولا مطروح يبقى اذا الجيم بصفر تعالوا بقى نحل بعض التمانين من كتاب الطالب بيقولي اكمل الجدول التالي للمعادلة صاد تساوي عشرة سين طبعا عشرة سين هنا يعني انا بضرب عشرة في سين السين هنا بكام؟ بسالب اربعة فلما اضرب عشرة في سالب اربعة يديني سالب اربعين طب السين هنا بكام؟ بسالب تلاتة يبقى انا هضرب عشرة في سالب تلاتة يعني سالب تلاتين هضرب عشرة في سالب اتنين يعني سالب عشرين عشرة في سالب واحد يعني سالب 10 10 في 0 يعني 0 10 في 1 يعني 10 10 في 2 بعشرين 10 في 3 بتلاتين وهكذا بعدين لما أحب أرسم مش هينفع بقى أننا في المحور الصاد أن نكتب 1 2 3 4 لماذا؟ لأن الأرقام هنا كبيرة جدا فبالتالي لازم أقفز عشان أقدر أكتب الأرقام دي فبذل ما أكتب 1 2 3 4 بكتب 10 20 30 40 أما في السنات الوضع الطبيعي جدا عادي 1 2 3 4 ما فيش أي مشكلة نبدأ نرسم سالب 4 مع سالب 40 أدي سالب 4 هي مع سالب 40 تحت بعدين سالب 3 مع سالب 30 بعدين سالب 2 مع سالب 20 بعدين سالب 1 مع سالب 10 بعدين 0 مع 0 بعدين 1 مع 10 2 مع 20 3 مع 30 و4 مع 40 وبعدين أوصل وكده رسمنا الخط بكل بساطة تعالي نشوف السؤال اللي بعد كده نفس الموضوع بيقول لي أكمل الجدول التالي للمعادلة صاد تساوي 5 سين ناقص 20 هنا لو لاحظتم أن أنا بضرب السين في 5 بعدين بطرح منها 20 يعني مثلا أول نقطة هنا سالب 4 فلما أضرب 5 ضرب سالب 4 وبعدين أطرح منها 20 طبعا 5 في سالب 4 بسالب 20 أطرح منها 20 تديني الإجابة سالب 40 مكتوب هنا سالب 40 تمام؟ طب لو أنا قلت مسلا سالب 2 يبقى أنا أقول 5 ضرب سالب 2 ناقص 20 طبعا 5 ضرب سالب 2 تديني سالب 10 ناقص 20 تديني سالب 30 الصفر محلول نحلل لتنين هنضرب 5 في 2 ناقص 20 طبعا 5 في 2 بكم بعشرة ناقص 20 تديني سالب 10 وبنفس الأسلوب نعوض عن السين بأربعة يبقى 5 ضرب أربعة ناقص 20 طبعا 5 في أربعة بعشرين 20 ناقص 20 تديني صفر وبعدين نرسم زي ما تعودنا سالب 4 مع سالب 40 أدي سالب 4 مع سالب 40 سالب 2 مع سالب 30 أدي سالب 2 مع سالب 30 صفر مع سالب 20 أدي صفر مع سالب 20 2 مع سالب 10 هادي الـ 2 مع سالب 10 والأربعة مع الصفر وبعدين نرسم خط السؤال جيم بيقول لي اثبت ان 2080 تقع على المستقيم صات تساوي 50 ناقص 20 اولا النقطة دي هي احداثيات سين وصات كل المطلوب منك ان انت تعوض عن السين وتشوف هل الناتج هيطلع 80 ولا لا يلا بنا نعوض عن السين ب20 يبقى الصات تساوي 5 ضرب 20 ناقص 20 طبعا 5 ضرب 20 ب100 100 ناقص 20 بتساوي 80 اذا عندما السين تساوي 20 طلعت الصات تساوي 80 اذا هذه النقطة تحقق المعادلة وبالتالي تقع على المستقيم يبقى النقطة 2080 تحقق المعادلة اذا تقع على المستقيم السؤال الثالث معنا بيقول اكمل الجدول المقابل للمعادلة صات تساوي 20 ناقص 10 سين وارسم رسما بيانيا طبعا سهلي جدا بنفس الاسلوب انا عوض عن السين بسالب 2 صات تساوي 20 ناقص 10 ضرب بسين والسين بسالب 2 يبقى 20 طبعا سالب في سالب وعشرة في اتنين بعشرين 20 زائد 20 40 نعوض عن السين بصفر هتكون الإجابة 20 دي سهلة جدا لان عشرة في صفر بصفر يتبقى لي 20 هنا بعدين نعوض باتنين 20 ناقص 10 هنضرب في اتنين يبقى 20 ناقص 10 في اتنين بعشرين 20 ناقص 20 صفر بعدين نعوض عن السين بثلاثة بقى سات تساوي 20 ناقص 10 في ثلاثة يبقى 20 ناقص 30 يديني سالب 10 بعدين نبدأ نرسم سالب اتنين مع اربعين هدي سالب اتنين مع اربعين سالب واحد مع ثلاثين هدي سالب واحد مع ثلاثين فوق صفر مع عشرين هدي صفر مع عشرين والواحد مع العشرة وتقدر توصل على كده مش لازم تكمل كل النقاط تعالوا بقى نشوف السؤال جين بيقول لي سبعة وصات تقع على هذا المستقيم اوجد قيمة صات هنمسح المكتوب ده كده ونبدأ نعوض من جديد هنعوض عن السين بسبعة عشان نطلع قيمة الصات يبقى صات تساوي 20 ناقص عشرة ضرب سبعة ناقص عشرة ضرب سبعة بسبعين عشرين ناقص سبعين بسالب خمسين السؤال ده هنا المرة دي السين مجهولة ولكن أعطيني قيمة الصات فلازم أعوض عن الصات بستين في الحالة دي هشيل الصات وقت مكانها ستين تساوي عشرين ناقص عشرة سين طبعا لازم أخلي السين لوحدها فبنقل السين بره بعكس الإشارة وأجيب الستين مكانها بعكس الإشارة يعني مثلا أنا عندي هنا السالب عشرة سين تطلع بره تكون موجه بعشرة سين تساوي عشرين هنا ستين بره بالموجه بتدخل جوه بالسالب يبقى سالب ستين يبقى عشرة سين تساوي عشرين ناقص ستين يديني سالب أربعين نقسم هنا على عشرة ونقسم هنا على عشرة يبقى السين تساوي سالب أربعة بكده يا بها درسي اليوم انتهى يارب يكون الفيديو نالي أعجابكم بشكرككم كتير على حسن المتابعة ما تنسوش اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي جاية واعملوا لايك للفيديو وشاركوه مع كل اصحابكم ومنتظر التعليقات الجميلة منكم اسفل الفيديو يلا سلام